أهلاً وسهلاً بكم أحبتي يسأل صباحكم صباح إن شاء الله مبارك على الجميع أتمنى كل الخير والصحة والسلامة ويا ربي الله يكتر من أمثال ابننا العزيز اللي كان محور أو ضيفنا اللي أكن له كل التقدير وكل الاحترام والله يبارك بي ويبارك بأمثاله يا ربي إن شاء الله يكافيك مئة ضعف يا أبني في هذه الدنيا وفي الحياة الأبدي وقدر ما تستطيع أعطي لأن إحنا خطار وذهبين إلى عالم يمكن العالم المستقبلي أو الثاني يفتحنا أبوابه أكثر مما إحنا في هذه الأرض يمكن نعاني الأمرين والمشقات ويبقى الإنسان إنسان سفارته الأولى والأخيرة أخلاقه وطيبة قلبه أتمنى لكل الخير الصحة السلامة وإن شاء الله الله يكثر من أمثالك يا أبني أحبتي هذا اليوم انتقل كوكب عطارد إلى برج الجوزاء وبانتقالته إلى برج الجوزاء غير عندنا الخارطة الفلكية وبتغيير الخارطة الفلكية لهذا اليوم هناك توقعات ممكن أن نقدمها لكم نتيجة لهذا التواجد ولو كان السيد المخرج يساعدني في أن نستعرض الكارت اللي يخص الخارطة الفلكية فيما يخص كوكب عطارد والخارطة الفلكية سيد المخرج شكرا شكرا انتقل كوكب عطارد إلى برج الجوزاء الهوائي وسيمكث فيه لغاية شهر تموز يوم خمسة سبعة رح يغادر برج الجوزاء فهذا هو بيته أو هذه المدة اللي رح يمكثها في هذه الفترة فيعني هي مدة ليست بقليلة إذن على هالتغيير اللي غيرنا يا كوكب عطارد أكيد وبكل تأكيد رح تتغير الخارطة الفلكية وتتغير كذلك معها التوقعات وفق موقع كوكب عطارد القوي بتأثيره الشمس في برج الجوزاء أكيد القمر هذا اليوم مكتمل أكيد في برج القوس الناري عطارد في برج الجوزاء الزهرة ما زالت في برج التور المريخ في برج الحمل الناري اورانوس في برج التور زحل بحال التراجع في برج الدلو الهوائي المشتري في برج الحمل الناري نبتون في برج الحوت وبلوتو بحال التراجع في برج الجدي الترابي هذه هي الخارطة الفلكية لهذه الفترة وأكيد نبدأ بمعرفة ما هي التقدم أو موقع كوكب عطارد وفقها الخارطة الفلكية التي قدمناها أولا حتى يكون بمعلومكم مواقع الكواكب بالأبراج وهي رح تكون الخارطة الفلكية للمولودة هذا اليوم إن شاء الله وموقع رح يكون كلش حلو لأن كوكبه والشمس موجودة في برجة فقارطة الفلكية تنطي إيجابيات كبيرة خصوصا من الناحية الشخصية فخلتفرح كل أم خلفت بهذا الوقت أو هذا اليوم إن شاء الله رح يكون ولد أو بنت خارطتهم حلوة بالنسبة إلى الوضع بصورة عامة مواليد برج الحمل الناري من الممكن أن يكون هذا الموقع رح يساعدكم كثيرا في تنقلاتكم وكذلك في أسفاركم القريبة قسم منكم رح يكون عندهم إيفادات إذا كانوا موظفين ينشملون بإيفادات عمل لكم رغبة في التنقل فرح يكون عندكم هذه فترة التنقلات يمكن كذلك إذا كان لأحد من عندكم شراء حاجة ثمينة فأصبح من الممكن ذلك شحن البضائع أو التداول الأموال يعني بين الدول ممكن رح يكون أكثر إيجابي خصوصا إذا كنتوا أصحاب شركات وهي أبراجكم فإن شاء الله الوضع إيجابي برج الجوزاء صديق الحمل ووجود كوكب عطارد رح يساعده كثيرا خصوصا مع وجود المشتري والمريخ فرح يكون في انسجام معه هذا رح يساعدكم كثيرا في تنشيط أوضاعكم أو تنشيط بعض الأمور أو بعض الأخبار ممكن أن تصلكم وتساعدكم كثيرا مواليد برج التور عزيزي هذه هي الفترة الأكثر ملائمة للبحث عن الرزق أو رزق بديل ممكن إيجاد أمور مادية وهي فترة جدا مناسبة للاستشفاء لكن يعني بأنه نحاول قدر المستطاع أنه اللي كان عنده أمور استشفائية يحاول قدر المستطاع أنه في هذه الفترة يستفيد لأنه تعتبر فترة استشفاء لمواليد برج الثور مبلغ من المال قد يصلك أو هدية قد تصلك تعويض معنوي رح يجيك على السريع أخبار تخصك أو تخص أحد أحبائك رح تصلك على السريع بالنسبة إلى مواليد الجوزاء مولود برج الجوزاء كوكبك المؤثر كان ضاغط جدا بوجوده في البيت اللي سبقك ويمكن أكو قسم منعتكم عانوا خصوصا اللي يعني أرقامهم تابعة لعطارد عانوا من أمراض عطارد اللي هي سوء الهضم أو الأمراض التنفسية أو التشتت الفكري وإفراز هرمون الكورتيزول هذا كله رح تتخلصوا من عنده فسارعوا في التخلص من الطاقة السلبية الموجودة في جسمكم حتى تستقطبون الطاقة الإيجابية لأنه في حال لو كان هناك طاقة سلبية ما رح يسمح للطاقة الإيجابية بالتقدم فيجب أن نطردها واني علمتكم أبسط طريقة وما أحلى البساطة البساطة يا جماعة في الحياة دائما بأبسط الطرق نساعد نفسنا فهذه أبسط الطرق واحد متمكن عليها فسارعوا بالتخلص من الطاقة السلبية حتى تستفيدون من الطاقة كوكبكم الحاكم خصوصا بنسجامة مع زحل مع الزهرة مع المريخ مع المشتري فهذه الفترة رح تكون شوية بها نوع من الحلول نوع من التوقد الأفكار أو مساعدة الآخرين في تكوين فكرة نتخلص بها من كثير من العوالق اللي كانت في حياتنا فشهر القرارات الشخصية شهر من خلاله نستطيع أيضا أن نتمم ما نريد أن نتممه يزرعوا البذرة لأجل كل واحد يريد رزق فهذه الفترة مناسبة لطلب الرزق حتى من يروح الشمس وكذلك أعتارد إلى البيت المال الثاني رح تصلون على النتيجة فإحنا بزمن معايش ننشيل التليفون ويجابون لازم نقدم وننتظر إلى أن يجينا الجواب فهذه الفترة قدموا لأنها مناسبة حتى من تروح الشمس وعطارد لطلب الرزق يمكن هذه الفترة تكون أكثر مناسبة حتى يجيكم الجواب بأسرع يعني من أنه الإنسان يبقى ينتظر كثيرا مواليد السرطان دخول يعني الكوكب عطارد إلى البيت اللي يسبقكم هذا إلى تلافظ ضوابط الضابط الأول هو أنه نخلي هذه الفترة خصوصا وأنه أنتوا عندكم عشريات ثانية عطاردية فهذه الفترة تخلوها للتنسيق ثانيا نحافظ على مناعة جسمنا من أمراض عطارد أجسامنا دائما نحاول من خلال الغداء من خلال الرياضة من خلال التخلص من الطاقة السلبية من تتخلصون من الطاقة السلبية صدقوني ما يصير عطكم ما تكونون عرضة مناعتكم تقوى فاتخلصوا من الطاقة السلبية هذه الفترة حتى لو بالأسبوع مرتين هذا رح يساعدكم في أنه جسمكم يقدر ويا الدفع اللي أنتوا دطنطوها من خلال الأغذية أو من خلال الفيتامينات الإنسان ياخذها فينطي طاقة ومناعة لجسمه حتى يكون عدكم طاقة ومناعة من أمراض عطارد الشيء الثالث أنه تكون فترة تخطيطية للانطلاقة الجديدة الشمس بقالها فترة بسيطة وتنتقل لكم وينتقل لكم عطارد فتبدأ فترة العمل فخططوا حتى يكون عملكم إيجابي في الفترة المقبلة مواليد الأسد الأسد رح يكون عنده فتنوع من الانفراج خصوصا فيما يخص المؤسسات النافذة اللي عنده معاملة اللي عنده قضية بالقضاء اللي عنده شغلة اللي مقدم على الإعلام أيما كان الإعلام وشاشات التلفزة هذه كلها ممكن أن تكون فترات إيجابية وداعمة جدا الصداقة والناس رح تنطيكم فدمنفذية إما يكون للمساعدة أو إما قد تتعرف الولد قد يتعرف على بنت أو امرأة من خلال ناس أو من خلال تعرفات جديدة تبدي إلى حياة جديدة أو حب جديد الصداقات رح تكون محور بيها في أنه أنت تساعد الآخرين هذه كل هالأمور رح تلعب دور كبير في أنه تكون حياتك الاجتماعية ناجحة والإنسان يحتاج إلى النجاح الاجتماعي بالنسبة للعذراء عطارت في أعلى نقطة في بيانك الفلكي وهذا يدعو إلى أفوان في بيتك الرابع فهذا يدعو إلى أنه إذا كنت تتفكر في بيع أو شراء منزل فهذا رح يساعدك جدا خصوصا بعد تقدم عطارت أو الانتقال من منزل إلى منزل قد يكون هناك خطوة أو ارتباط لأنه نتيجتها انتقال من منزل إلى منزل هذه الأمور كلها رح تلعب دور في أنه تجري تغييرات في حياتك رح تكون إليك القدرة على التفاعل الإيجابي مع أفراد الأسرة هذا أيضا رح يساعد كثيرا عنصر تذكر أنه أنت عنصر فاعل في بيتك في أسرتك فمن الممكن أنه تكون الفترات هذه رح تكون مساعدة جدا لما كنت قد خططت وعطارت في برج التور بالنسبة للميزان موقع جدا إيجابي لعطارت موقع في بيت أسفارك وفي بيت حياتك الدينية والروحية في بيت حياتك ودراساتك الجامعية والأكاديمية وكذلك في بيت الحياة الدينية والروحية تنقسم قسمين الروحية أكو قسم يتخلصون من السحر وأعمال الحسد فهي فترة جد مناسبة لهذه الأمور إضافة إلى ذلك فترة تستطيع من خلالها اكتساب طاقة إيجابية رح تساعدك في التخفيف من عصبيتك لأنه المريخ موجود في البيت المواجه فعطارت في الأيام الأكثر حظا رح يكون جد مخفف عنصر جد مخفف يساعد على ذلك كثير من مواليد برج الميزان يريدون يسافرون أو يكون عندهم أسفار بعيدة يعني يركبوا لها طيارات وأكو قسم من عندهم يمكن رح يكون عندهم يعني رغبة في الدراسة في تطوير الدات وكذلك في أنه من تطور الدات للأفضل رح تتغير الأفكار هذه الأفكار المتغيرة رح تساعدنا في تغيير واقع يمكن أكو واحد بيكم دا يشتغل فتشغلة رح يضطر إلى شغلة أخرى بديلة رح يجد فيها نفسه فيقول الآن وين شنت قبل قسم وقسم وقسم لكن بنفس الوقت أشد بما أنه المريخ في البيت المواجه ننتبه ويا علاقاتنا مع الشريك إذا كان عاطفي أو مهني من نسبة للعقرب بيت الصحة والعمل يدعوك إلى أنه تكون أكثر إيجابي رح تكون عندك رغبة في بدء حمية غذائية في الانتباه إلى لكك العام أكو قسم وخصوصا مجموعة الزهرة رح نلاحظ أنه يريد يغير بشكله يغير بلوكه يريد يبدو بشكل أكثر إيجابي كذلك هي فترة مناسبة جدا للبت في عمل أو أمل جديد بيدك أنت يا عزيزي الأقرب أنه تخلي روتينك يمشي كما هو من غير المناسب طالما الزهرة بعدها موجودة في برج التور حاولوا أنه تستفيدون من وجودها في أنه تعمقون علاقة مع شركائكم سواء كان العمل أو العاطفة فترة خطوبة أو ارتباط للبعض منكم خصوصا للعطارديين من أقصد العطارديين اللي أرقامهم 5-23-14 مجاميع القوس شراكاتكم في الأمل والعاطفة تساعدكم كثيرا رح يسير عندكم تسريع في موضوع خطوبة أو ارتباط تسريع في رغبة في الاستقرار تغيير من منزل إلى منزل لأنه الاستقرار يشمل الاستقرار العاطفي والاستقرار الفكري والمهني وكذلك الاستقرار المنزلي فهذه كلها رح تطمحون إليها فيا ترى كل واحد من عدكم حسب وضعه وبيا مكان رح يستقر أكو قسم رح يستقرون عاطفيا أكو قسم رح يغيرون بيتهم من موقع لموقع أكو قسم رح يجدون لهم عمل أو رح يحلون مشكلة ويا شريك عمل وكذلك هناك حل لمشكلة مع شريك عاطفة خصوصا إذا كان من برج الجوزاء أو الميزان أو الدلو أو الحمل بالنسبة لمواليد الجدي وجود هذا الكوكب رح يساعدك في الدعم المادي هناك فرحة تنتظر مواليد برج الجدي أولا انتصار في قضية معينة اثنين ممكن أن يكون حل عندك لمشكلة مادية اثنين من الممكن أن يكون عندك أيضا حل لمشكلة تخصك أو تخص أحد أحبائك صحيا لكن بنفس الوقت عليك الاهتمام بمناعاتك ولا تجازف كثيرا إذا شفت الفرصة متاحة عندك يعني حاول على قدر المستطاع على قدل حاجة لتوسع في الفترة الحالية نشاطاتك هالفرحة هذه خلتكون رغم كونها أنه تحل شي بسيط لكن إن شاء الله الشي اللي أبعد المدى رح يكون في الأيام أو الأشهر المقبلة بالنسبة للدلو انفراج كبير بالنسبة لمواليد برج الدلو سواء كان على الصعيد النفسي أو الأسري فرحة قد تشمل أحد الأولاد أو إمكانية إنجاب إمكانية إنجاب لمواليد برج الدلو طاقة إيجابية حلوة من عطارد في تسريع أموركم حاولوا تخلص من الطاقة السلبية رجاء مواليد برج الدلو فترة مناسبة جدا اغتنموها أبشع اغتنام بقالي الحوت في مواليد برج الحوت الفترة مناسبة جدا لتحركاتكم التحرك اللي يخص شراكاتكم يعني إحنا ننتبه إلى وضع القمر كذلك ننتبه إلى بقية الكواكب وضع القمر يقول لك أنت أيضا رح يعتبر هذه الفترة فترة تغييرات بالنسبة إليك إلى وضعك هذه التغييرات إيجابية رح تشمل تغييرات يمكن يكون أنت أيضا عندك انتقالة من منزل إلى منزل ومن الممكن أن يكون عندك انتقالة في يعني تصرفك أو موقفك مع البعض للأفضل يمكن هذه تكون جملة التوقعات نتيجة لوجود كوكب عطارد السريع في برج الجوزاء الهوائي والله أدرى وأعلم قدم الله لكم كل ما تتمنون أنقل الأجواء إلى زملائي مصطفى وماس شكرا لك سيد جنان ومعرف مسألتها على الكوكب الزهري مدرى شنو اليوم؟ سيد جنان القمر الزهري اليوم مدرى باشر يطلع وقت الغروب شنو تحكي لنا عنا؟ باشر أحكي لكم لأن المخرج يقول وقت البرنامج خاص وقت قمر زوري باشر إن شاء الله تحكيري عنه هو القمر الزهري إذا المشاهدين الكرام بمسك الختام الذي كان مع سيد جنان فيكتور وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم بكل تفاصيل وفقراتها الصباحية بالختام أكيد تحياتي وتحيات ماس وسيد جنان وكل كادر برنامج يوم جديد والختام سلام اشتكي في القراءة